بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو رح نتكلم عن الشبتر الثالث اللي هو تكلمنا في المحاضرة السابقة أو في الشبتر الثاني عن كأحد الكمبوننت في الكلاود كومبيوتينج وقلنا انه جزء مهم وجزء رئيسي في الكلاود كومبيوتينج وال Law في هذا الشبتر رح نتكلم عن رح نتكلم عن ايش هي البرتواليزا parti والبرتواليزا technologies رح نشوف الHypeary 밑 ونشوف انواعه Hypervisor Type 1 and Type 2 والبرتواليات ونتكلم عن الايش و اللحن يتطبق من الرخيات والبرتواليات ونطبق لها في هذا الشبتر نطبق على resource management in virtualized environment طريقة إدارة resources في البيئة الافتراضية نقول virtualization يعني حاجة افتراضية فإحنا لما نعمل مثلا جهاز افتراضي أو resource افتراضي إيش طريقة إدارة هذه الـ resources في عنا أكثر من طريقة في عنا أكثر من أكثر من تكنيك ممكن نسميها لإدارة الـ resources في عنا resource allocation and scheduling كيف إحنا نعين اللي هو resources كيف نختار resources كيف نعمل load balancing and auto scaling كيف نعمل fall tolerance and high availability وشو الفائدة من هاي من هاي من هاي التكنيك طيب هنتكلم عن الأول الـ virtualization ما هي الـ virtualization بداية زي ما احنا عارفين كيف نعمل كيف نعمل نعمل كيف نعمل كيف نعمل المكون العادي من الكمبيوتر العادي في عنا اللي هو الـ physical hardware الـ hardware العادي سواء انترفيس card cpu memory disk نحن الجهاز العادي هاردوير نشتريه تمام لما بدنا نستخدمه لازم ننزل الـ operating system operating system هذا اللي هو الـ windows أو الـ linux تمام on top of the operating system we install the user application التطبيقات اللي الـ user بيستخدمها عشان يقدر استخدم أو يقدر يعمل interaction مع الـ resources مع الـ resources هذه تمام الـ operating system has a direct access of physical resources الـ operating system في عنده تواصل مباشر مع الـ resources باستخدام حاجة بنسميها اللي هو الـ kernel نحن زي ما زي ما زي ما احنا عارفين operating system عبارة عن جزئين رئيسيين جزء الاول اللي هو الـ user interface الـ user interface والجزء التاني من الـ operating system اللي هو الـ kernel الـ kernel تمام الوظيفة الرئيسية من الـ operating system الوظيفة الرئيسية من الـ operating system انه تخلي الـ user يتخلي الـ user يتواصل مع الـ hardware مع الـ CPU الـ hard disk تخزي ملفات تنقل ملفات تنزل برامج تقدر تستخدم الـ hardware الـ hardware تمام؟ هذا عبارة عن الـ operating system هذا هو الـ operating system الـ OS الـ kernel الجزء اللي في الـ operating system اللي بتواصل مباشرة مع الـ hardware الـ hardware والـ user interface هو الجزء اللي من الـ operating system اللي بتواصل مع الـ user طيب احنا مش بسيطة نحكي عن تفاصيل هادي ولكن بدأ نفهم اول شيء البيئة او البنية الأساسية في الـ 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 الكمبيوتر العادي عشان نعرف ايش هي الـ virtualization طيب الان الـ virtualization concept plays a vital role in the sharing of the resources طب خلين نطلع على الرسمة بعدين من القرأة هاي الرسمة هادي احنا عندنا الـ hardware physical machine hardware تمام الآن احنا قلنا البيئة الافتراضية لما مثلا احنا بنقول انه في sharing resources تمام في sharing resources يعني احنا قلنا انه في عندنا hard disk هذا الـ hard disk في جزء منه لعلي وفي جزء منه لأحمد في جزء منه لعبير وفي جزء منه لعلي وهكذا تمام الآن هادي الشغل او هذا الـ هذا عبارة عن هذا الـ كله على بعضه هذا اسمه هو الـ physical hardware أو الـ physical أو الـ disk هذا كله على بعضه ولكن جزء هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن virtual يعني جزء مصغر من الـ hard disk وهذا virtual جزء مصغر من الـ hard disk فالفكرة انه ايش؟ انه في عندنا الـ physical machine هاي الأشياء بينزل عليها وبينزل عليها حاجة اسمها hypervisor هذا الـ hypervisor ممكن له القدرة انه يعمل نسخ او اجزاء virtualized من الـ hardware هادي فبيصير علينا احنا مثلا بيرش والماشين او حاجة افتراضية من هذا في عندك انه هاي كمبيوتر واحد وهي كمبيوتر اثنين وهي كمبيوتر اثنين وهي كمبيوتر ثلاثة بيصير يعمل اجزاء افتراضية من هذا الكمبيوتر فبتكون مشاركة هذا مشاركة مع مستخدم هذا ايه؟ او هادي owned by other user و هادي owned by different user في عندنا اكتر من المستخدم ممكن يستخدم هادي الـ hardware في بيئة افتراضية بيشعر انه هذا المستخدم انه انا عندي كمبيوتر هذا الخاص فيه لحاله مع انه هذا الكمبيوتر عبارة عن جزء من هاي الـ resources باستخدام الـ hypervisor حاجة اسمه hypervisor هذا الـ hypervisor ينشئ بيئة افتراضية يخلي المستخدم او يسمح للـ administrator يسمح للـ administrator ينشئ اكتر من operating system او اكتر من جهاز كمبيوتر اكتر من جهاز كمبيوتر منفصلين عن بعض و هادي الاجهزة كلها تشترك في نفس الـ hardware هادي تمام فا احنا متكلم احنا على sharing of physical resources sharing of physical resources فا وتصوير المسبقين So this virtualization و يحدث مسبقين من خلالها من المثل الاجتماعات الاجتماعية يمكن أن تسويه بصب أموصي على المثل الاجتماعات الاجتماعية على المثلات الاجتماعية اكتر من نسخة من المثل الاجتماعي حيث احنا مثلا هذا الـ virtual machine هذا الاول نسمي احنا الكمبيوتر اللي نعمله باستخدام الـ hypervisor hypervisor ثمت بالمثلات وكراً سوفتوير مثل كأنا بيرشوال بي سي تعرف او بيرشوال بوكس او اللي هو في ام وير هادة بسمي هايبر وير هادة بخليك تعمل بيرشوال مشين بخليك تعمل كمبيوتر مواصفات انت بتحددها وهذه المواصفات طبعاً متاخدة من الهارد وير تحتك فهي عبارة عن تضميل مستقبل مستحيل العنية الساعة تنظرنا على المستحيل مستحيل في نفس الوقت على التوازف في نفس الوقت يمكننا عمل الساعة هذا كل الوظيف الذي نشغلنا الذي نشغلناه. طبعا بيأثر على الهو الكمبيوتر. لان احنا لما نعمل لهذا الوظيف ونشغله معناه احنا اخذ جزء من الاسي بيو جزء من المموري وجزء من الانترفيس كارل وجزء من الدسك وجزء من الريسورس اللي انت اللي موجودة عندك الفيزيكا موجودة عندك. ولما نشغل الثاني والثالث والرابع كل واحد سيأخذ جزء فهيصير بطيء اللي هو الكمبيوتر تبعه. طبعا احنا باستخدام الهيبرفايزر باستخدام الهيبرفايزر باستخدام الهيبرفايزر باستخدام الهيبرفايزر أو باستخدام الهيبرفايزر احنا بننشأ نسميه Virtual Machine Manager أو Hypervisor نسميه Virtual Machine Manager يقوم بأسفل الهدوى للهدوى 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 للهدوى. نسميه اليهند من الهدوى للهدوى 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 للهدوى. وكل مشكلية هذا الهدوى群 Israeli سبحانه فيها gén Massachusetts يتعلن إعلى ثانيل التح一ية ج 각 dar at a verb TARG تعلن بتجنيه الهدوى yang similias, كأنه جزء من فصل منها عن هذا الثاني مش عاوز انتو استخدمتو او عمرك نزلتو اللي هو استخدمتو للفيرش والماشين ولا لا ولكن يعني هو عبر عن زي بلاتفورم زي سوفتوير بيعطيك القدرة انك انت تنشئ كمبيوترات او تنشئ فيرش والماشين على كمبيوترك الخاص طيب احنا ليش بنستخدم الفيرش والايزاشن او ايش البينيفيتس او فيرش والايزاشن هنقولنا انه فيرش والايزاشن عبارة عن key component of cloud system احنا لما نتكلم عن فيرش والايزاشن معناتها على طول معناتها شيرينج واحنا قلنا المبدأ تبع الكلاود كومبيوتينج اصلا هو عبارة عن شيرينج شيرينج أوف ريسورسيز شيرينج أوف ريسورسيز عيننا ريسورس كبيرة وانت من خلالها بتخلي او بتقسم الريسورس هادي عسب الحاجة عن ديمان عسب الحاجة لليوزرز اللي بيطلبوها تمام؟ فاهم فايد او احد الاشياء الارتكازية لا الكلاود كومبيوتينج اللي هو نقولنا ايش الموديل السبعة الكلاود كومبيوتينج قلنا احنا في عنا لعنا لعنا قلنا انه احنا مثلا لو نتكلم عن بيقول لك انه هادي عبارة عن ايش هذا بيقول لك انه انا بدي استأجاب عندك كومبيوتر مواصفات انا بحددها وفيتشورس او سبيسيفيكاشنز انا بحددها فعشان الكلاود كومبيوتينج يقدر يقدم لك الخدمة هادي لازمنا حاجة اسمها لانه مش هيقول لك هدها كل جهاز كله كومبيوتر كله انا بدي مواصفات معينة باشياء معينة الكمبيوتر فبالتالي باستخدام البرتشورس لتقدر انت انت cinco بطäsident قدrez تقدم هذه الخدمة ؟ وانا لو انه بدون مش هقدر اقدم كثير وهو Infrastructure as a Service بمعناته أنه أنا عندي هاردوير أو Physical Resources زي هذا زي ما أنتم شايفين Physical Resources كثير تمام؟ Processor كثير و Physical Resources كثير أنا بأسير أقطع جزء منها أقطع جزء من هذه و أعطيها لليوزر حسب الحاجة حسب طلبه له بديه في يوزر بده كمبيوتر أكبر في يوزر بده كمبيوتر أصغر مواصفات أصغر طبعا يعني ليس كمبيوتر صغير أو تبير حجما ولكن بمواصفات فأنا عشان أقدر أخذني أقدم هذه الخدمة لازمني تقنية Virtualization و نفس الشيء في Platform as a Service Virtualization مش مقتصرة فقط على اللي هو Physical Resources برضو ل Platforms ممكن أنا أعملها Virtualization والSoftware as a Service برضو ممكن أعمل أنا Virtualization للSoftware Software as a Service يعني مثلا لما قلنا إحنا مثال على Software as a Service قلنا أنه ممكن نقدم كمثال اللي هو Google Drive أو Dropbox اللي هي عبارة عن خدمة اللي هو التخزين أنا بدي أخزين بدي أطلب من من الكلاود بدي أطلب مساحة تخزينية معينة مثلا 100 جيجا بدي أطلبها طبعا الميت جيجا مثلا سيكون في عندي Data Centers أو Storage Storage Space في Data Center موجودة وحاخد منها جزء Virtualized أو مساحة هادي افتراضية وراح تكون هادي مخصصة لا لأي من الناس ومساحة تانية افتراضية مخصصة لا بأي من الناس فأنا عشان أقدر أعمل هادي الشغلة لازم الVirtualization فأول ميزة من الVirtualization Enabling Cloud Computing System Model Virtualization Makes This Possible Via An Intermediary Known As The Hypervisor زي ما قلنا هو أحسن الVirtualization أبارة عن أو تتم بسخدام حاجة اسمها اللي هو Hypervisor or Virtual Machine Monitor طيب ها أول حاجة الفائدة التانية من الVirtualization اللي هو حاجة اسمها Sandboxing Functionality أو Resource Sorry Resource Sandboxing أول شي Sandbox أول حاجة ايش هو لما نقول حاجة اسمها Sandboxing أو Sandbox Sandbox عبارة عن زي كأنه جهاز كتجارب يعني اللي هو Sandbox اللي نترجمها حرفيا اللي هو صندوق الرمل بس هو عبارة عن زي جهاز أنا بخلي هذا الجهاز عبارة عن زي حق التجارب معزول عن اللي هو البيئة تبعتي أنا اللي بدي أعملها معزول معزول عن الشبكة معزول عن السيستم تبعي فزي حق التجارب أنا بستخدمه عشان أجرب عليه بعض الشغلات اللي اللي أنا شاكك إنها تكون مثلا شاكك إنها تكون مثلا كترافك جاي ترافك علي على الشبكة أول حاجة ممكن أنا لترافك مثلا عندي هذه الشبكة هذه الشبكة في ترافك جاي هذا الترافك أنا شاكك إنه هالترافك هذا ممكن يكون كويس أو ممكن يكون مش كويس ممكن يكون هالترافك في مشكلة أو فيش مشكلة قبل ما أدخله على الأجهزة أو على الشبكة تبعتي كما أدخله على الشبكة في حاجة بس دخله على حاجة اسمها هذا الساند بوكس في حصلي هل ترافيك فيه مشاكل ولا إذا فيه مشاكل ممكن يعطل السيستم هذا هو عبارة عن كمبيوتر عادي أو فيه أوبراتي سيستم وفيه أشياء عادية عشان تموحكاء أو أشياء كالجهاز العادي إذا صار فيه مشكلة إذا صار فيه مشكلة أو أقول أولا هل ترافيك هذا فيه مشكلة ممكن أعرف أنه هذا فيه مشكلة ولكن باستخدام هذا يعني أنه زي كأنه هذا الجهاز أنه أنا ممكن أضحفه ممكن أنا باستخدام جهاز هذا أحلل إيش طبيعة هذه الأتاك أو إيش طبيعة هذا الترافيك ومن خلالها ممكن أعمل تجربة أنه والله بالطريقة هذه ممكن أنا أعمل أفويد لهذا الترافيك ممكن أعمل أنا مثلا أم 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 لهذا الترافيك وباستخدام أم خوارزمات معينة ممكن أعمل أنه كيف ممكن أن أعمل دفاع للشبكة للشبكة تبعتي تجاه هذا تجاه هذا الترافيك الفكر أنه إحنا عنا في هذا هو ساند بوكسينج ملحش علاقة بالفيرشوليزيشن طبعا هذا ملحش علاقة بالفيرشوليزيشن ولكن أنه إحنا لما نتكلم عن الفيرشوليزيشن هذا بيخلينا خلينا يسمح لك أنه إنت تعمل فيرشول ماشين تعمل مثلا هاي الهاردوير تبعونا زي ما إحنا قلنا الهايبرفايزر عملت أنا الفيرشول الجهاز الأول الجهاز الثاني الجهاز الثالث أنا مثلا نقول بدأ خل الجهاز الرابع هذا عبارة عن ساند بوكس ساند بوكس ما نتقل أنه حق التجارب يسمح لأن أنا أعمل حق التجارب فيرشول ماشين يعمل أكت أز ساند بوكس طبعا هذا حقل هذا يكون معزول معزول عن الفيرشول الماشينز الأخرى زي كومبيوتر عادي ولكن هذا الفيرشول الماشين هذا بدأ خلي أنا ساند بوكس تمام فممكن هذا ساند بوكس يكون كان بيوز تسافلي ألاو أن منتر سيكوريتي أتاك نعمل إحنا منتر السيكوريتي أتاكس نعمل نراقب السيكوريتي أتاكس الهجمات السيبرانية أو الهجمات اللي بتهاجم السيكوريتي لها طبعاً هذه الأتاكس أو هذا الريكوست عبارة عن فاكس عبارة عن وهمي هذا الريكوست الوهمي من وهمية بتعمل تعمل على ويب سيرفر هذا الويب سيرفر طبعاً بيصير بزي بيصير 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 مشغول بال الريكوست هذه عن الريكوست الأصلية اللي بتعملك اللي فعلاً جاي من من يوزرس أو يوزرس حقيقياً أو اي بي أدرس حقيقي فبالتالي هذا بيصير بيصير مشغول بال الريكوست بيخلي انه بيخلي السيرفرس هذي تنقطع أو تصير ما بتلبي احتياجات اللي هو الريكوست لأنه بيكون مشغول بال لأنها بتكون طبعاً هذي تكون من اي بي ادرس هذي الريكوست ممكن احنا نستخدم هذا كساند بوكس عشان احنا نعمل مونيتور لهاي او ميليشيس او الباكتز اللي ميليشيس باكتز الخبيثة فالباكتز اللي بتكون بتكون فيها بعض الكودز او فيها بعض ميليشيس ميليشيس التاكس اللي ممكن يتهدد النصاب هو بشكل عام يعني الفكرة انه ممكن احنا نعمل البرش والماشين هذا كساند بوكس ايش معنى ساند بوكس سيديئة اختبار في الاول في حاجة شكين فيها في اشي ممكن شكين انه ممكن يكون يسبب مشكلة في السيستم احنا بنمر على هذا الجهاز في الاول اللي هو البرش والماشين او الساند بوكس في الحالة هادي احنا عام البرش والماشين الرقم اربعة هو برعا ساند بوكس بنمرر هذا الجهاز في الاول بعدين بعد ما نشوف ايش تأثيرها مقدر احنا overcome this effect ممكن احنا نعمل Enables Analysis of Attack Effect Behavior Monitoring and Replay For Defense Strategic Development احنا ممكن نستخدم هذه الأتاك نحللها ان نعمل تجارب انه كيف ممكن نعمل defense على هاي الأتاك بعدين بنطبق هاي التجارب بعد من نشوف احنا فعلا قدرنا انه نعمل defense لهاي الأتاك على البرش والماشين اللي هو الساند بوكس هذا ممكن نطبق هاي التكنيك او هاي الاستراتيجي على الأجهزة اللي عليها الشغل تبعنا البرودكشن بيرش والماشين البرودكشن بيرش والماشين معناته انه الأجهزة اللي فعالة اللي شغل اللي شغلنا عليها حاليا فبنعمل attack prevention suspicious data is sent to a clone virtual machine for inspection before reaching the intended virtual machine preventing harm يعني احنا زي ما حكينا اللي هو suspicious data الداتا اللي احنا نشكل فيها انه اللي فعلا هل هي data كويسة ولا مش كويسة هل بتضر النظام ولا لا بنبعتها على virtual machine تانية هذي ال data و نعملها for inspection عشان نحللها ونشوفها ونتفحصها before reaching جابل ما توصل لل intended virtual machine جابل ما توصل لل virtual machine الحقية او اللي هي production virtual machine اللي احنا عليها الشغل عشان بالتالي بنقدر نعمل preventing للهارم تمام هاي احد فوائد ال virtualization في cloud computing تمام اه طبعا اه فوائد اخرى ال cloud computing زي elastic احنا لما نكون قادرين على انه احنا من ال hardware عنا hardware ننشئ منه جاد ما بدنا virtual machine ننشئ منه جاد ما بدنا virtual machine ووقت ما بدنا ممكن نحزف ال virtual machine هذي سيكون في عنا elasticity في عنا مرونة في عنا مرونة improved system utilization and reduced costs as and energy consumption برضو انه improved system utilization احنا بنصير احنا نحسن اداء اداء السيستم يعني ال cpu لازم يكون شغل اعني اقول لك في قاعدة في operating system لما تكلمنا على operating system وانه احنا نتكلم عن النظام التشغيل كويس اللي بيستغل اداء السيبيو واداء ال resources استغلال جيد كيف يعني استغلال جيد يعني انه بخليهم يعني بقلل ال ideal time تبعهم الوقت اللي بيكون السيبيو فيه مش شغال لازم يكون اقل لان السيبيو برعا لازم يشتغل يعني لازم يشتغل طبعا يشتغل في اشياء مفيدة ف احنا كلما يكون اداء كلما يكون السيبيو شغال اكتر معنات انه نستغل السيبيو system utilizing we are utilizing the cpu as much as we can فحنا منستغل هذا السيبيو طريقة بنقلل ال ideal time تبعه فحنا لما نكون مشغلين virtual machine بالتالي احنا بنحاول قدر الامكان يستغل اللي هو system يستغل ال cpu البروزيسور طيب and reduced costs من قدر ال cost and energy consumption من قدر energy consumption لانه احنا فعليا احنا نكون شغالين على الهاردوير العادي ناس الهاردوير ونفس ال energy consumption تمام افضل ما انه احنا كلما بنجيب جهاز نجيب جهاز يعني جديد مع physical resources جديدة وهو ال power supply جديدة وكل اشي منفصل فهذا بقى بيزود اللي هو بيزود اللي هو ال energy تمام وكمان بيقل reduction in hardware cost بيقلل اللي هو hardware cost reduction of hardware cost virtualization technology allows us to run multiple servers on the same physical machine this reduces the cost involved in the purchase شراء the new hardware machine for different servers cost منسير بيقلل اللي هو cost التكلفة اللي رح نتكلفها لما بنشتري hardware جديدة ل servers اخرى احنا من الشغل العام increase availability احنا قلنا increase availability مع ايش هي availability availability اتاحية النظام اتاحية النظام او اتاحية السيستم يعني احنا مثلا عنا لو كنا نسمى web server واحد بس هذا web server هذا web server بعمل response يعني فيما عنا موقع مصطلفي على هذا web server الناس تطلب صفحة بعطيهم الصفحة تطلب الصفحة بعطيهم الصفحة وهكذا حين احنا عنا server واحد معنا تقول ان احنا system تبعنا هذا هذا system web server هذا system يسمى لا availability لماذا لانه اذا هذا تعطل او هذا وقف لسبب او لاخر وقف الخدمة معناته ان system كله تعطل معناته ان web سايت مش هي متاح الصفحة مش تكون متاح لل users وبالتالي عشان نزود to increase the availability to increase the availability احنا ايش بنسوي نعمل ويب سيرفر ثاني هذا ويب سيرفر تكلمنا عن نقطة هذه نعمل ويب سيرفر ثاني انه شغال بحيث لو هذا مفصل سيشتغل ويب سيرفر ويب سيرفر تاني معناته ان احنا في لدينا هاي ويب سيرفر ممكن احنا عشان نزود برضو الافيلي اكتر مثلا في منطقة جغرافية ثانية بننشئ كمان ويب سيرفر نفسه هذا ويب سيرفر ولكن الناس اللي مثلا في اسيا وممكن نعمل اكتر هدا السيرفر عشان يجدر ياخد الصفحة يفتح صفحة الموقع تبعنا فاحنا كل ما زاد عدد السيرفر هذا بنزيد الافيلي طيب احنا في بية البرشواليزيشن قلنا احنا انه البرشواليزيشن عبارة عن تنشئ انت بس تنشئ البرشوال ماشين تاني وتخلي وتنزل في سوفتوير تبعت هذا السيستم او ننزل في سوفتوير فانت بيئة البرشواليزيشن او البيئة الافتراضية هذه بسهولة ممكن انت تعمل اد او دليت لعادة السيرفر البدكيها او عادة المشين البدكيها بسهولة في دقائق ممكن تعمل نفس النسخة من هذا الجهاز تمام فبالتالي انه احنا عدنا انكريز لالافيليابيليتي طبعا احنا عدنا انكريز لالافيليابيليتي لما تزيد الافيليابيليتي وبالتالي هذا هيأثر على الفيلير ركوفري يعني لما يصير في عطل معين في هذا الجزء في هذا السيرفر انه لاني سير عطل في هذا السيرفر في سيرفر تاني شغال فالسيستم اللي صار فيه ممكن احنا نصلحه بعدين تمام وبالتالي انه الجزء التاني اللي لسه شغال ممكن يحل محل هذا هذا السيرفر تمام فاحنا عدنا هو الافيليابيليتي والفيلير ركوفري الافيليابيليتي والفيلير ركوفري اللي هم علاقة بعض طبعا لما في هذا المثال نقول انه بس فيه جهاز واحد شغال احنا اذا عدنا جهاز واحد شغال لشان نقطة من جهاز هذا الجهاز شغال بس معناته انه السيستم هذا منسميه single point of failure ايش يعني single point of failure يعني معناته انه اذا هذا الجهاز وقع معنا خلص السيستم تبعنا أو البيزنس تبعنا راح لانه احنا عدنا بس جهاز واحد هذه الشغلة بنسميها single point of failure لما تزيد الابيليابيليتي يكون فيه حاجة لانه فيه ممكن نعمل حاجة اسمها failure recovery تمام راح نتكلم عن هذه النقوطين بشكل مفصل في هذا الشبتر لانه هذا له علاقة او كيف انه نعمل الابيليابيليتي وال failure recovery هي البيئة ال virtualization تمام احنا في عنا حاجة الحين خلصنا احنا من البيئة الان راح نتكلم عن اللي هو بعض ال components اللي موجودة في virtualization هقلنا لما نتكلم عن virtualization معنا في حاجة اسمها hypervisor ايش هو الhypervisor وفي حاجة اسمها virtual machine تمام في حاجة اسمها containers طبعا ال containers هذه في بعض text بدرجوها تحت virtualization في بعض text بقولوا لا هذه مش تحت virtualization هذه حاجة تانية او تقنية تانية ولكن احنا راح نتكلم عنها هي مش تحت virtualization ولكن راح نتكلم عنها لانها فيها جزء او فيها جزء مشابه للvirtual machine تمام راح نبدأ بالvirtual hypervisor hypervisor مثل ما قلنا عرفنا في الاول محاضرة عبارة عن software which creates run manage and monitor your virtual machines وبارة عن software البرنامج الذي تنزله مثل الvmware او virtual box يجعلك تنشئ وتشغل وتدير وتراقب الvirtual machine التي انشأتها هناك نوعين من hypervisor نوعين من hypervisor نوع type 1 يسمى bar metal او type 2 اللي هو hosted ايش الفق من اتنين hypervisors هذولا راح نشوف الهين type 1 hypervisor او bar metal hypervisor هذا بقول لك بشتغل مباشرة on the physical hardware without a host operating system بدون host operating system providing direct access to hardware resources يعني ممكن انشاء نشوف هنرجع تاني بس نشوف ماذا معنى هذه الكلمة type 1 hypervisor يقول لك على طول يعمل او يتنزل على طول على physical server ليس لازم ننزل windows عشان ننزل hypervisor بدون windows يستغل هذا يعمل على طول مباشرة على hardware بينما النوع الثاني يعمل على طول على hardware لازم يكون operating system بعد ننزله طيب operating system and runs directly on the underlying computer's physical hardware يتنزل مباشرة على physical hardware interacting directly with its CPU memory and physical storage بتواصل مباشرة مع physical resources يعني احنا لو نشوف هذا hypervisor هذا مباشرة بتواصل مع hardware بينما type 2 بنفعش هذا ما بتواصلش مباشرة مع hardware type 2 هذا لازم يكون من خلال operating system بتواصل مع operating system والoperating system بتواصل مع hardware where وفر superior performance طبعا هذا hypervisor type 1 hypervisor يعطي اداء كويس low latency and minimal overhead ليش ليش بعطي high performance superior performance يعني performance اداء عالي low latency and minimal overhead طبعا ليش اداء عالي هيك بعطي اداء عالي لانه مباشرة بتواصل مع hardware مباشرة بتواصل مع hardware hardware ما فيش داعي انه احنا نروح الoperating system الoperating system هو اصلا مع وسيط بين hardware وبالتالي سيكون في عنا data A في هذا type 2 hypervisor سيكون في عنا latency latency هي اعلى اعلى طبعا يكون مزيد latency يكون مزيد latency بيكون system مش نافع اقل هذا hypervisor type 2 لانه بتواصل مع operating system بعدين operating system بتواصل مع hardware فبيكون اداءه اقل بيكون هذا type 2 اداءه اقل response يعني response اكتر والتانسي اكتر بينما type 1 hypervisor لانه بتواصل مباشرة مع hardware performance اعلى اداءه اعلى سريع اللتانسي بيكون اقل و overhead sorry minimal overhead minimal overhead يعني احنا مش محتاجين لشغل كتير عشان نوصل لل hardware since they eliminate the extra layer of the operating system لا فيش داعي احنا نروح ال operating system وال operating system بعدين يروح على hardware لا احنا في هذا مباشرة بوصل مع hardware والتالي اداءه اعلى طيب هذا type 1 hypervisor used in استخدم بالعادة استخدم في data في data centers enterprise computing workload situations وال observer هذا في العادة استخدم في cloud computing بي ال cloud استخدم بشكل كبير او بشكل اساسي استخدم type 1 hypervisor ما فيش داعي انه احنا ننزل windows operating system بعدين on top of this operating system we install the hypervisor hypervisor ويستخدم type 1 hypervisor استخدم في cloud computing امثل على استخدامات type 1 hypervisor في عندنا زي oracle vmware او virtual machine server سوري والvmware والxen اللي هو عبارة عن open source هذا هو hypervisor عبارة عن open source يستخدم ويستخدم شكل كبير شكل واسع في cloud services ال AWS تستخدم او تعتمد على هذا ال xen hypervisor hypervisor install and manage سهل انك تنزله سهل انك تعمله manage زي software عادي هو بتنزله على operating system على operating system but introduces additional overhead لانه بده بده عمليات اكتر عشان نوصل الhardware and slightly reduce performance due to reliance on the host operating system واداء وقل ليش لانه بعتمل على operating system على OS على operating system ما بتواصل مباشرة مع الhardware suitable for scenarios where VM management is not primary task like such as development testing or desktop visualization يعني هذا كويس او مفيد في الحالات development testing بدك انت تعمل testing على personal computer اشي شخص الى ك بتعمل testing تعمل desktop virtualization معصصة صغيرة بتعمل desktop virtualization ممكن تستخدم ولكن في بالآن thousands of computers or millions of users are using the resources and in shared environment like cloud computing or aws computing هذا الجزء لا يجب استخدم type 1 hypervisor مثل vmware workstation oracle virtualbox او الparallel desktop استخدم في بيئة windows او linux او mac و ممكن استخدم على اجهزة personal computer طيب هاي مثلا هاي الفرق ما بين type 1 hypervisor والtype 2 hypervisor type 1 hypervisor اداء اعلى response في اسرع low response لما نقول احنا كان حاجة اسمها response او اللي تنسي كل ما كانت response وقتها اقل كل ما كانت response وقتها اقل كل ما كان الاداء احسن انا استجيب لك بثانية في system تاني يستجيب بخمس ثواني فالsystem الذي يستجيب بثانية اداء اعلى من اعلى من السيستم الذي يستجيب الاداء 5 ثواني فهذا يعطي low response ولا latency تأخير تأخير قليل فيه تأخير ولكن تأخير يكون low low latency هذا هو type 1 hypervisor وهذا الذي يستخدم في بيئة cloud computing والaws يستخدم هو hypervisor هو xn hypervisor بينما type 2 hypervisor لازم يشتغل on top of the operating system وفي عنا overhead زيادة overhead معنات انه احنا في عنا شغل اكتر شغل اكتر حتى نقدر نوصل للresources وبالتالي الresource سيكون اعلى واللي تنسي سيكون اعلى والperformance سيكون اقل طبعا هذا اله استخداماته وهذا اله استخداماته الآن الكمبوننت الثاني او كنتيجة من وجود الhypervisor في عنا وهو virtual machines وهو عبارة عن computer made of software that can be used to run any software that run on a physical computer virtual machines are complete software emulations physical computers including virtualized cpu memory storage and network interfaces each vm runs its own guest operating system طبعا احنا كمان في حاجة نتكلم عنها فيها لما نتكلم عن الhypervisor هذا الآن هذه الطبقة أو اللير هذه اللي هي اسمها هذا اللير اللي هي الفيزيكال هاردوير هذا بيسموه host operating system الاصلي تبع الكمبيوتر واندوز عشرة مثلا انت منزل على جهازك واندوز عشرة هذا هذا الوصول هذا يسموه guest operating system لما تنزل انت واتنزل في ويندوز او تنزل في لينوكس او الوصول اللي بدك هي بنسميه احنا guest operating system وهذا برضو بنسميه guest operating system تمام ضايب بقول لك انه كل جهاز في عنده اللي هو كل virtual machine runs its own guest operating system and operates independently of other virtual machine بيشتغل بشكل منفصل عن اي virtual machine اخرى حتى هم اتنين لو نفس الهوست هذا ايش معروف VMs are managed by hypervisor which allocates resources based on configured limits and policies such as CPU shares memory limits and input output priority الhypervisor هو هذا اللي بعمل منج الversion machine و allocate resources بيعطي بناء على configuration اللي انت عملت و اللي انت طلبتها وال policies اللي انت طلبتها اللي انت بدك تتطبقها تمام الkey component من virtual machine في اي حيكون عنا اللي هو virtual CPU وال virtual memory وال virtual storage وال virtual network انترفيس زي ما كنت شبنا احنا في الصورة هادي الصورة هادي ال virtual machine لا مش الصورة هادي بقى الصورة هادي اه ال virtual machine الاول virtual machine الاول هيكون احنا عنا في virtual processor وعننا virtual memory virtual input output وعننا virtual storage تمام وطبعا apps applications بتاعت الوزر والoperating system هو guest operating system كل virtual machine يعننا في هاي الاشياء benefits of virtual machine and use case طبعا نفس الشغلات نفس الاشي اللي اتكلمنا عنه السابق isolation and security نستخدمه كبيئة منعزلة مثلا يعننا بيئة منعزلة بنعمل virtual machine أو كمبيوترات منعزلة عن بعضها which VM is sandboxed ممكن اي VM virtual machine ممكن نعمله كsandbox reducing the risk of interference between environment بنقلل بنقلل من الرسك المخاطرة اللي بيكون فيها ناتج عن التداخل ما بين البيئات ما بين virtual machines بنخلي واحد عبر عن sandboxing هو يعني مصطلح sandboxing أو sandbox معناته ان احنا بنخلي الكمبيوتر هو هذا زي test بنجرب عليه للترافيك ونجرب على الأشياء اللي احنا نشكين فيها عشان لما احنا ندخل الترافيك هذا على production network أو production virtual machine أو البيئة اللي احنا فعلا نشغالين عليها هادي اللي اشغالين عليها يكون احنا متأكدين من انه هذا الترافيك أو هذا البرنامج أو هذه الداتا سريمة وليس فيها اي مشكلة برضو بنعمل احنا 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 اللي هو نستغل احنا احنا زي كأنه احنا معها الامثل فاحنا بنستغل احنا احنا بنعمل الهيبر بشكل ديناميكي بشكل ديناميكي بشكل بشكل ديناميكي بعمل الهيبر سواء من CPU أو من hard disk أو من RAM بعملها أو بعملها الهيبر بشكل ديناميكي بناء على الحاجة وبناء على الطلب تبع اليوزر وبالتالي بنعمل احنا استغلال امثل للرسورسيز طبعا في كمان حاجة مهمة اللي هي portability portability اللي هي متنقلة portability معناها متنقلة مثلا اقول احنا عندي برينتر متنقلة ممكن اخذها من مكان لمكان portability معناها نقدر نقدر ننقلو VM virtual machines can be easily migrated between hosts اللي بسميها هاي بسميها live migration or restored from snapshot facilitating maintenance and disaster recovery يعني مثلا كيف يعني مثلا عنا احنا مثلا الweb server مثلا الweb server موجود الweb server هذا في availability zone معينة يفرض اننا نشغل على cloud computing لكلاود كمبيوتين لدينا لدينا different availability zone يعني كأنه مثل مناطق جغرافية مثلا هذا الweb server شغال في آسيا مثلا الآن احنا بدنا احنا في عندنا فرع تاني في افريقيا availability zone الموجودة في افريقيا مثلا او الموجودة في middle east تمام بدنا ننسخ هذا الجهاز وبنعمل بنعمل هذا الجهاز ننسخه او الserver هذا زي بالضبط بالconfiguration تبعونه بالسوفتوير اللي نازلة كل خصائصه السوفتوير اللي في بكل اشي نخليه يشتغل على availability zone او ال region موجودة في افريقيا لانه نحن نشغلين على virtual machine من السهل انه نعمل من السهل انه نعمل copy من هذه نسميه snap shot نعمل نعمل snap shot من هذا السيرفر نعمل snap shot هذا snap shot عبره عن زي نسخة تتخزن في مكان معين نسخ نسخ snap shot عندما تنسخ virtual machine هذه النسخة يسموها snap shot عملت snap shot خاص ضبها محفوظة عندك في مكان معين انت هذه snap shot تعملها paste في availability zone في افريقيا تذهب على availability zone في افريقيا وبتنشئ سيرفر بتقول انا بدي السيرفر هذا يكون في نفس الconfiguration اللي في snap shot هذا فتعمل restore للسناب شوت هذا فقط على السيرفر هذا فانت بتعمل اي configuration كل جاهز عندك السوف وكل اشي موجود عندك في هذا الجهاز ينتسخ في الجزء الثاني فهذا يسموها فيها portability سهولة في التنقل سهولة في التنقل facilitating maintenance تسهل عليك الصيانة and disaster recovery هذه الsnap shot افرض مثلا تصدر عندك مشكلة هان ممكن انت تعمل restore الsnap shot هذه بحيث ان الconfiguration نفس الconfiguration نفس كل على server ثاني بتسهل لك موضوع الهو disaster recovery ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر